ده راج البطل بتاع فيلمنا ودي بريا بطلتنا الجميلة اما دي فبتكون مدهوم وفيلمنا بيبدأ بعيلة غنية جدا وبنعرف في الوقت ده انهم صعداء وكلهم بيعيشوا في بيت واحد وده بيكون كلاش كبير العيلة وامنيته الوحيدة انه يجاوز حفيده راج ويشوف ابنه قبل ما يموت ومن ناحية تانية بنلاقي راج موجود في فرح واحد صاحبه وبيشوف بريا هناك بالصدفة وبيكون معجب جدا بيها ولما بيكرر يكلمها بيكتشف انها شاي لطفله وبيفتكر ان هو ابنها وهي بتأكد على كلامه وبتقوله ابني فبيضطر يسيبها ويمشي وبعدها باللاقيه هي وصحابها بيتحكوا عليه علشان افتكرها متجاوزة ومخلفة ولما بيكون في الشغل بتاعه دكتور العيلة بيكلمه وبيقوله جدا اكتعبان جدا وبين الحياة والموت وعايز يشوفك فبيرجع بسرعة البيت لكن بيكتشف انه عامل تمثيلية وبيضحك عليه وبيحاول يتناعه ويشوف العروسة اللي هو جايبها له وفعلا في الاخر راش بيسمع كلامه وبيوافق يقبلها وتاني يوم بيروحوا البيت العروسة لكن بيتفاجئ اول ما بيشوف بيريا داخلة عليه وبيكون معاها واحدة وبيفضل يكلم البنت اللي معاها على انها العروسة لانه فاكر ان بيريا متجاوزة ومخلفة كمان لكن جده بيقوله انت لما بتسألش العروسة وبتسأل مرات اخوها فبيستغرب جدا وبيكتشف انها تحكي تعاليه والطفل الصغير مش ابنها وفي الوقت ده بيوافق على الجوازة وبيكون فرحان جدا وبعد فترة بيعملوا مرسم الزفاف وكل العيلة بتبرك لهم وكمان بيسافر شهر عسل في سويسرة وبيقضوها رأس وأغاني وكل حاجة بتكون تمام ولما بيرجعوا الهند الدكتور بيكلموا في التليفون ويبلغوا ان باري حامل وهو ما بيكونش مسدق نفسه بيروح يحكي لها كل حاجة ولما جده بيسمع الخبر بيكون فرحان جدا وبيعرف كل العيلة وفي يوم العيلة كلها بتفضل تلعب كريكت ولما بيدربوا الكرة بالمضرب بيريا بتقوم وبتحاول تمسكها لكن للأسف بتتشنكل وبتقع على بطنها وبتكون مصابة جدا فبياخدوها للمستشفى بسرعة وبيحاولوا انهم ينكزوها لكن الدكتور بيقولهم ان الجنين مات وهي بخير وعدت مرحلة الخطر وكلهم بيكونوا في حالة صدمة ومش عارفين يعملوا ايه وراش بيدخل لبيريا وبيلاقيها منهرة جدا وبيحاول يهون عليها علشان ما تزعلش ولما بيقابل الدكتور بيقولوا للأسف مراتك مش هتخلف تاني لان الرحم بتاعها تسمم وكان لازم يشيلوه قبل ما ينتشر في كل جسمها وبيعرفوا ما يقولش لجده حاجة لانه تعبان وممكن تحصلوا ازمة قلبية ويموت لكن للأسف بيريا بتكون واقفة وسمع كل الكلام وهم اللي اتنين بيفضلوا يعياته ومش مصدقين ان الحلم بتاعهم متحول لكابوس ولما بياخد مراته وبيرجع البيت العيلة كلها بتكون متعاطفة معاهم وبيعيشوا على امل انها تحمل تاني وتخلف لهم حفيد جديد وبعدها راش بيشوفها زعلانة ومد دايقة فبيقول لها احنا هنسافر سنتين بره البلد وهنتبنى طفل هناك وهنرجع نقول ان هو ابننا وانت خلفتي ومحدش يعرف حاجة لكن بتقوله اهلك عايزين طفل بينتمل العيلة ويكون ابنك فعلا وبتعرض عليه تجوز واحدة تانية لمدة سنة ولما تخلف له التفل اللي هم عايزين ويبقى يطلقها فهو بيكون معترض على كلامها لكن بيضطر يوافق في الاخر لان ما فيش حل تاني ولما بيمشي في الشارع بعربيته وبيقابل فتاة ليل وبيقول لها محتاج واحدة لمدة سنة وهديها الفلوس اللي هي عايزاها فبتقول له على مكان بنت اسمها مضهو شغالة في كباريه وممكن توافق على الطلب بتاعه وفعلا بيروح لها المكان وبيلاقيها هي كمان فتاة ليل وبيبدأ يتعرف عليها وبيكرر يخدها الفندق علشان يتكلم معها لوحدها ولما بيوصلوا لقوضة بيقول لها تاخد كام وتفضلي معايا سنة فبتقول له مئة ألف روبية فبيفتح شنطته وبيطلع لها مئتين ألف وبيقول لها انا محتاجك تخليف لها طفل وفي الاخر هاخده منك وهربيه وهديك في المقابل مليون روبية وهي طبعا بتوافق وبتكون فرحانة جدا ومش مصدقة انها هتكون غنية ومعها فلوس كتير وبيعرفها لازم تشتري هدوم جديدة وضغط جسمها علشان الناس تحترمها وبعدها بيكلم بيريا في التليفون وبيقول لها انه لأ البنت اللي هتجيب لهم الطفل وتاني يوم مدهو بتروح محل علشان تشتري هدوم لكن بيستغربوا شكلها جدا وصاحب المحل بتردها برا المكان وبيهين كرامتها ولما بترجع الفندق تاني بتلاقي راش في اجتماع وكل الموظفين مستغربين ازاي واحدة زي يدي تكون عرفاة وبعدها بتحكيله كل حاجة حصلت وبتفضل تعيطله فبيكرر يخدها ويروح المحل واول ما بيعرفوا انه هو السيد رجمة الهترة كلهم بيتأسفوله وبيخدموا علاماته وبيحاولوا يرضوها باي شكل ولما بيرجعوا الفندق بيخليها تبطى الخمرة وسجاير وبيقول لها ماينفعش بريا تعرف انك فتات ليل وتاني يوم بيعلمها ازاي تاكل وتشرب وزاي تتكلم مع الناس وبيروح بيها الكوافير وبيغير شكلها وبيخليها واحدة جديدة وبعدها بنروح للمطار وبينلاقي راج بيودع اهله علشان بيسافر لمدة سنتين وبيكون معه بريا ولما بيسيب اهله بيروحوا يقابلوا مدهو وبيبدع يعرفهم هم الاتنين على بعض وبريا بتشكرها جدا علشان وفقت تخلف لهم الطفل اللي عايزينه ومن ناحية تانية بيوصلوا سويسرة وبيعيشوا في بيت واحد وبعد كام اسبوع بيعرفوا انه مدهو حامل وما بيكونوش مسدقين ان حلموا ما يتحقق قريب ومدهو اهم حاجة عندها المليون روبية وفي نفس الوقت راج بيكلم جده والايلة كلها وبيبلغوا من بريا حامل وهم بيكونوا فرحانين جدا وبيبركلهم وبعدها بيبدعوا هم التلاتة يتأقلموا على العشة مع بعض وبيخرجوا وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا كل حاجة بتكون تمام وتاني يوم بيرحوا مؤتمر وراج بيعرف الناس ان مدهو شخصية مهمة جدا لكن اجاي بيشوفها وبيفتكر انها البنت اللي راج قبلها في الاجتماع وبيروح يقول لها انا عارف انك فتاة ليل وبيعرض عليها يستغل لها ويدفع لها فلوس اكتر وهي بتكون مصدومة جدا ومش عارفة تعمل ايه فبترجع البيت وبتلم هدومها وعايزة تسيب المكان وتمشي ولما راج بيحاول يمنعها بتقول له انت استغلتني وحكيت لصحابك عني وهنت قرمت وزلتني قدامهم وفي نفس الوقت بتشوف بيريا وبترفض تعرفها ايه اللي حصل بالظبط لانها ما تعرفش من الاساس انها فتاة ليل لكن بيريا بتقول لراج انها سمعت كل حاجة وفي الاخر بتسمحه بعد ما كدب عليها وتاني يوم راج بيتأسف لمضهو وبيقول لها طريقة لبسك وكلامك في الاجتماع هي اللي خلت اجاي يشكي فيكي وانه كان مخبي حقيقتها عن بيريا فمستحيل يقولها الواحد صاحبه ولما بيجي الليل اجاي بيروح لها البيت وبيقول لها انا عارف ان راج في المكتب وبريا عند اخوها وفي الوقت ده بيحاول يتحرج بيها وهي ما بتكونش عارفة تدافع عن نفسها لحد ما راج بيوصل البيت وبيقدر يضربه وبينادمه على كل حاجة عملها وبعدها بيحاول يعالجها من الجروح لفوشها وهي ما بتكونش مسدقة نواف جنبها وكان خايف عليها ولما بيطلع الصبح راج بيكتشف ان اهله عملو له مفاجأة وصفروله سويسرة فبيروح لبيريا بسرعة وبيطلب منها تمثل انها حامل وطبعا بيديها المخدة علشان تحطها على بطنها وبيطلعوا يسلموا عليهم والعيلة كلها بيكونوا فرحانين لما بيشوفوهم وفي نفس الوقت لما بيلوا مضوح حامل وقفة قدامهم بيكونوا متفاجين جدا وميعرفوش يامين وبيريا بتكدب وبتقول انها صاحبتي وجوزها دايما مسافر فبيرحبوا بيها وبتبدأ تتقرب منهم وهم مع الوقت بيأتبروها واحدة من العيلة وبتكون متأثرة جدا وعملت عيط لانها اول مرة بتحس ان فيه ناس بتحبها وبتخاف عليها وتاني يوم جدهم بيطلب منهم يرجعوا الهند علشان الكاهن حدد معادي يصلوا فيه على الطفل وده بيخلي راج مرتبك ومش عارف يعمل ايه فبيمثل قدام العيلة انه هيسافر وهيسيب مضو لوحدها لحد ما جوزها يرجع من السفر لكن جده بيرفد كلامه بيقوله لازم ترجع معنا الهند لحد ما جوزها هيجي اخدها وفعلا بيسافروا وبيوصلوا البيت وبيريا بتعرض على راج ان مضو تلبس الفستان مكانها وهي تكون مغطية وشاهها ومحدش هيعرفها وفعلا بتسمع كلامهم في كل حاجة وبتلبس الفستان وبتنزل الحفلة وبيعملوا لها الصلوات وبيباركوا للطفل علشان يعيش وهي كالعدة بتعيط ومتأثرة جدا بكلامهم والاول مرة بتلاقي ناس بيحبوها بالشكل ده لكن للأسف بتكون عارفة ان الحب ده كله البيريا مش لها ولما بترجع قدتها بتكون متضايقة جدا ومش عارفة تعمل ايه وبرييا بتروح لها لكن بتلاقي المكان فاضي ومالهاش اي وجود فبتنزل من البيت وبتدور عليها وعايزة توصلها قبل ما تهرب لحد ما بتلاقيها موجودة في محطة القطر وبتقول لها انرجعت في الاتفاق ومستحيلة فردت في ابني فبرييا بتتفاجئ جدا وبتترجاها تاخد الطفل وهتديها الفلوس اللي هي عايزاها فمضهو بتقول لها لو عايز ابني يبقى تسيبلي جوز كراج فبتتدايق منها وبتضربها بالقلم على وشها وبتقول لها انت النهاردة الحقيقة بتاعتك بانت وأثبتت ان الجاية من الشارع وفي الوقت درج بيوصل للمكان وبيعرف كل حاجة لكن بيلاقي مضهو تعبنة جدا وشكلها بتولد فبياخدها للمستشفى بسرعة وبيكون متفق مع دكتور العيلة على كل حاجة بيعملها وبيكلم امه في التليفون وبيقول لها برييا ومضهو بيولدوا في نفس الوقت لكن للأسف بيكتشفوا ان الجنين انتقل من موضوع الطبيعي للرحم ولازم يعملوا لها عملية في اسرع وقت ويختاروا بين الام والطفل لان واحد منهم بس هو اللي هيعيش فبيريا بتفضل تعايت وبتقول لهم لازم تنقذوا الام وفعلا بياخدوها وبيعملوا لها العملية والدكتور بيقول لهم حصلت معجزة ومضهو ابنها بخير والغريبة اننا بناكتشف ان المولود عنده شنب ونقص اتلع له دقن وفي نفس الوقت مضهو بتشكرهم علشان كانوا عايزين ينقذوا حياتها ويضحوا بالطفل وبعدها بتديهم ابنها وبتوافق يعيش معاهم ولما الايلة بتوصل للمستشفى كلهم بيكونوا فرحانين وبريا بتمثل انها كانت بتولد وبيتصدموا لما بيعرفوا ان مدهو ابنها تولد ميت وبيروحوا لها وبيحاولوا يهونوا عليها علشان ما تزعلش ولما بترجع البيت بتلمي هدومها وبتكون عايزة تسافر وبريا بتطلب منها ما تمشيش وهتعرف الايلة وهتحكي لهم كل حاجة لكن بترفض كلامها وبتكون مصممة على رأيها وهم الاتنين بيفضلوا يعياته ومش عارفين يعملوا ايه وبعدها راج بيوصلها المطار وبيديها بيت جديد وفلوس كتير كهدية علشان تبدأ حياتها فبتقول له هدية انا خدتها لما ايشت مع اهلك وبترفض تاخد منه حاجة وبعدها هم الاتنين بيوضعوا بعض وبيفضلوا يعياته وكل واحد متأثر جدا بالموقف ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد